بسم الله الرحمن الرحيم في الآية السابقة ذكرت آيات لقوم يعقلون ولكن هناك جماع معاندون لا يستعملون عقولهم وهم هؤلاء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس يعني بعض الناس من يجعل لنفسه من غير الله أندادا جمع ند بمعنى الأشباه والأمثال والمراد بذلك إما آلهة يجعلونها شبيهة لله في أنهم يعبدونها وإما يتخذون مجموعة من الناس رأساء لهم يطيعونهم مطلقة ولو خالف رأي هؤلاء الرأساء حكم الله تبارك وتعالى يحبونهم كحب الله يعني هؤلاء الناس يحبون تلك الآلهة أو تلك الرؤساء كما يحبون الله تبارك وتعالى ولكن هذا الحب حب زائف لأنه ينطلق من المصالح الشخصية أما والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأوثانهم ورؤسائهم فالمؤمنون يعرفون أن كل الخير من الله تبارك وتعالى فيحبونه حبا بالغا وهذا الحب حب معنوي منطلقه المعرفة والكمال لذا يكون ثابتا في الدنيا والآخرة لأنه عن إخلاص ويستمر في كل الظروف في الشدة والرخاء والسر والعلان بخلاف حب الأنداد لأنه حب مادي لأمر مادي وهو عرضي زائل ويدور مدار المصلحة في الدنيا فقط وفي ظرف الرخاء ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد أصناما أو رؤساء إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا إذ ظرفية بمعنى الزمان والوقت يعني في الوقت الذي يرون العذاب ماذا يرون؟ يرون أن القوة لله جميعا ولا قوة لأصنامهم ولا رؤسائهم فالمعنى لو يرى هؤلاء الناس الذين اتخذوا الأنداد لو يرون يوم القيامة أن القوة لله جميعا لتبرأوا من الأنداد في الدنيا ولرأوا مضرة فعلهم وسوء عقبة شركهم وهذا الجواب وهو جواب لو حذف تهويلا للآمر مثل ما تقول لعدوك لو ظفرت بك مجي بالجزاء لتهويل الأمر عليه وأن الله شديد العذاب هذا عطف على مفعول يرى وهو أن القوة لله جميعا يعني يرون أن القوة لله جميعا ويرون أن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ونتيجة رؤيتهم للعذاب إنما هو تبرأ الرأساء من الأتباع إذ تبرأ في ذلك اليوم الذين اتبعوا وهم القادة والرأساء من الذين اتبعوا وهم التابعون لهم يعني يتبرأ المتبوعون من أتباعهم ورأوا العذاب يعني كلهم يشوفون العذاب وتقطعت بهم الأسباب فلا سبب ينقذهم من العذاب تنقطع أسباب المودة بين الطرفين يوم القيامة فما كان في الدنيا يسبب ارتباط بعضهم ببعض من المال والرئاسة والقرابة وما أشبه ذلك كلها تنقطع هناك فلا ينصر الرأساء أتباعهم الذين كانوا يتبعونهم في الدنيا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولما يشاهد الأتباع كيف أظلهم الرأساء والمتبوعون وفي وقت الشدة تبرأوا منهم حينما يشاهدون ذلك يتمنون العودة إلى دار الدنيا وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع لو أن لنا كرة يعني يا ليت لنا عودة إلى دار الدنيا فنتبرأ منهم من هؤلاء الرأساء في الدنيا كما تبرأوا هؤلاء الرأساء منا في يوم القيامة ونحن نحتاج إلى عونهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يعني هكذا يريهم الله أعمالهم أعمال كل من الرأساء والأتباع حسرات عليهم الحسرة شدة الندامة فصلاتهم وأعمالهم كلها تذهب أدراج الرياء ولم ينفعهم ولم يساعدهم الرأساء فيتحسرون هناك لماذا لم يعملوا بأوامر الله تبارك وتعالى وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم هو الرجل يدعو ماله لا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعوه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله فإن عمل به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة وقد كان المال له وإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله وما هم بخارجين من النار فإن المشرك يبقى في النار إلى الأبد طبعا إذا تمت عليه الحجة ولم يؤمن عنادان أجارنا الله وإياكم من ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين